الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة لك تتعلقنا بتقويم ودعم طبعا الوحدة التانية طبعا المرجع هو مرشد في اللغة العربية القسم خامس ابتدائي إذن عنوى النص هو من حقي أن أشارك وأعبر من حقي أن أشارك وأعبر نعم حصل الطفل اليوم على معظم حقوقه الأساسية كالحق في الهوية والحق في الرعاية عن طريق تعليمه ووقاية صحته والحق في الحماية من المخاطر والعنف والحق في التساوي مع غيره من الأطفال مهما اختلفت ألوانهم وجنسياتهم وبلدانهم ورغم ذلك فقل ما يسمح الكبار اليوم للطفل بحق المشاركة بالرأي في أمور تهمه واتخاذ قرار يخصه ونادرا ما يصغون إليه ويقبلون أن يعبر عن أفكاره ومشاعره من حق الطفل التعبير عن رأيه بحرية والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة في حياته داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع ومن حقه الحصول على المعلومات التي يحتاجها ليكون له رأيه الخاص وله الحق أيضا بأن يستمع أهله وأساتذته إليه كي يتعلم كيف يعبر عن رأيه أو فكرة إن الطفل كائل إنساني يحتاج في جميع مراحل عمره إلى أن يشارك ويتكلم ويعبر ويجد من يستمع إليه ويناقشه في أمور تهم شخصه وأسرته ومدرسته وحيه أو قريته ومجتمعه ومن حقه أن يحترم الكبار رأيه ليشعر أن له دورا ورأيا بين الناس إن استعداد الآباء والأمهات لاستماع إلى وجهات نظر الصغار ومناقشتها معهم أمر إيجابي إذ إن تبادل الآراء واتفاق على رأي صائب يجعل الطفل يؤمن بأن الآراء أخذ ورد فيتعلم قواعد المناقشة كما أن المشاركة في الحوار داخل الفصل تعلم احترام الرأي المخالف والاستماع إلى غيره الأمر الذي يجعله عضوا فاعلا في المجتمع طبعا قرأ النص وأنتم مطالبون بقراءتي أكثر من مرة أقرأ النص قراءة سليمة أضع سطرا تحت المعنى المناسب عندما أقول معنى معظم هل هي أعظم أم أقل أم أكثر نعم هي أكثر معظم يعني أكثر نادرا ما ضد نادرا نادرا هي قليلا غالبا إذن الضديلة هو غالبا نعم عندنا واحد أعزل حقوق الطفل التي لم تذكر في النص طبعا شهادة ميلاد الرعاية اللعب والتسلي عدم تشغيل المساوات الحماية طبعا من خلال النص عدنا طبعا حق هاي يرجع لي هنا كالحق في الهواية هي الميلاد الهواية الحق في الرعاية هاي الرعاية ثم الحماية بقية الحماية من المخاطر العنف والحق في التساوي المساوات طبعا إذن سنرى هذول لكي هنا الميلاد طبعا الرعاية المساوات ثم الحماية ما كناش طبعا اللعب والتسلي وعدم تشغيل هذو جل ما كناش سنرى وجدلنا الجواب دير ما درناهمش مهم طبعا مشو السؤال تاني طبعا أصل بين كل حق ذكر في النص وبين أثره عن طفل طبعا عدنا نصنصر بسهم عدنا هنا يحصل على المعلومات تتبادل الرأي مع غيره نستمع إليه يشارك في الحوار يحترم الكبار رأيه وطبعا في الصف الثاني تعلم التعبير عن رأي أو فكرة يشعر بأن له دور رأي بين الناس يحترم الرأي المخالف يكون له رأي خاص يتعلم قواعد المناقشة سنرى يحصل على المعلومات يعني تعلم التعبير عن رأي أو فكرة يتبادل الرأي مع غيره يتعلم بفضلها عن قواعد المناقشة إذا عندما يتبادل الرأي مع غيره يتعلم قواعد المناقشة نستمع إليه عندما نستمع إليه يشعر بأن له دور ورأي من الناس عندما نستمع إليه يشارك في الحوار يعني يحترم الرأي المخالف ويحترم الكبار رأيه يعني يكون له رأي خاص يعني ينبغي أن يحترم عندما نشهر تحليل أو التركيب أضعوا العلامة في الخانة المناسبة لكل حق عندنا الهوية الرعاية الحماية المساواة مشاركة لا يحق أن نشغل أطفال طبعا هذا حماية لهم لا فرق بين الطفل وطفلة طبعا هنا التساوي المساواة التعلم في المدرسة يجعله يشارك مشاركة أسأل أسرتي عن أشياء تهمني يعني هي الرعاية أحصل على شهادة من الهواية طبعا عندي الإجابة نظر إجابة هنا لا يجب أن نشغل أطفال طبعا الحماية قلنا لا فرق بين الطفل وطفل المساواة أتعلم دراسة المشاركة أسأل أسرتي عن أشياء تهمني طبعا هي الرعاية أحصل على شهادة ميلاد اللي هي الهوية من المراها قالوا أن أمش نشوفوا السؤال الموالي قالوا أن نجيب جمل فيها قل ما كي ثم طبعا أيضا فقل ما نجد من يستمع إلى رأي الصغار هذه جملة فيها قل ما قل ما نجد من يستمع إلى رأي الصغار تم نادرا نادرا ما نرى الغنية يعين الفقير نادرا ما نرى الغنية يعين الفقير ثم عدنا كي أعمل بجد ونشاط كي أتفوق في الامتحان ثم أخذ جملة أخرى فيها كي أتبع أوامر الله عز وجل وأجدني بنواهية كي أنا لا رضى الله طبعا أفوزة بجنة ثم أيضا هنا عدنا أحترم أبي وأمي أيضا ثم فيها جملة ذا أيضا أحنو على الأطفال والصغار والحيوانات أحنو على الأطفال والصغار والحيوانات أيضا وطربعي جملة واحدة وحن ندرنا أكثر من جملة نعم منمور هذا الشيء هذا قالوا نشكل الفقرة الأولى الفقرة الثالثة أشكل الفقرة الثالثة أعود إليها أعتذر أنا أعود إليها إن استعداد آية إن استعداد الآباء والأمهات لإستماع إلى وجهات نظر الصغار ومناقشتها معهم أمر إيجابي إذ إن تبادل الآراء والاتفاق إن تبادل الآراء والاتفاق على رأي صائب يجعل الطفل يؤمن بأن الآراء أخذ ورد طبعا لأن هذه خبر أخذ رد فيتعلم قواعد المناقشة كما أن المشاركة في الحوار داخل الفصلين تعلمه احترام الرأي المخالف والاستماع إلى غيره الأمر الذي يجعله عضوا فاعلا في المجتمع نحاول أن نشكلها عير شفويا الأسئلة الخرام نعم إعرام عدنا هنا إن واجبات الواجبات تلزمنا جميعا بحركة إن حرف نصب وتوكيد نعم إن حرف نصب وتوكيد الواجبات وإسمه إن منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جموة النتساليم جموة النتساليم ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة تلزم هذا فعل فعل مضارع مرفوع بالدم وضع إلى غيره وطبعا لكل فعل فاعل والفاعل دامير موسى تقديره هي الواجبات الجميع تلزم الجميع مفعول بمنصوب والجملة الفعلية تلزم الجميع في محلي رفع خبر للواجبات نعم خبر إنه الصرف التحويل طلبوا منا رفع الرسمة نصرفه طبعا في هو هما في الماضي وأنتما وأنتنا ونحن وهم ف هو رسم هما رسم أنتما رسمتما أنتنا رسمتنا نحن رسمنا هم رسموا دائما الألف مهم دي الجماعة هم رسموا دعا في المضارع ما هالدمائر هما أنتما أنتنا هم هنا نعم هما يدعواني نعم هما يدعواني أنتما تدعواني أنتنا تدعواني هم يدعونا هن يدعونا نعم مرمور هاد 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 شهد تراكيب قال لنا السؤال أعطي ثلاث جمال وحده فيها لعل وحده فيها لكن وحده فيها ليتا ليتا وليس أين ليتا لعل لعل الفحص دقيق لعل لعل المطر ينزله لكن 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 سوء استخدام الحاسوب ينعكس سلبا على مستعمله لكن سوء استخدام الحاسوب ينعكس سلبا على مستعمله لكن رحمة الله واسعة إذا دقت لكن رحمة الله واسعة ليتا العملية الجراحية ناجحة ليتا العملية الجراحية ناجحة ليتا التلقيح ضد كورونا فعال ليتا تلقيح ضد كورونا فعال ليتا التلقيح ضد كورونا أن لا يكون له آثار سلبية ثم طالبوا مننا أعطون الفعل خرج ومال ووقف ونام وقال وسمع وقلنا صنفهم إلى فعل لازم وتعدي اللازم هو الذي يكتفي بالفعل فقط والمتعدي هو الذي يتعدى إلى فعال فقال فنقول قال قال الحق أو قال الحقيقة قال الحقيقة ماذا قال قال الحقيقة إذن هذا متعد حق فعال سمعت الآذان نعم إذن هذا يحتاج الفعب سمعت ماذا الآذان فهذا متعد خرج الولد من القسم طبعا هذا لازم خرج الولد مال الغصن مال الغصن جملة تام وتعكتفي به الفعل وقف وقف الشرطي أمام المدار نام نام الولد هذا لازم إذن 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 جملة فيها ابن والأخر ابن هذا بالآلف ولا ابن جارنا يحترم الكبار والصغار اشتعر عمر بن الخطى بالعدل كلمة فيها الهمزة متوسطة والأليف وهنا على الوا وهنا على اليوم تت مجموعة تسألة مسألة سؤال فؤاد مئذن أسئلة